ملامح النصاب من خلال علم الفراسة وهو علم تحليل شخصيات عن طريق ملامح الوجه شكل الجسم الطول وكل ذلك فيعني توجد عدة ملامح للنصب والخداع وكل ذلك في هذا الفيديو سنكشفها إن شاء الله أول علامة هي ليست علامة سيئة فيتوجد عند النصابين عند الناس الجيدة وكل ذلك فهي أن تكون الجبهة من هذا الجزء دائري يعني من بتشعر هنا يتراجع للخلف قليلا يعني يوجد هنا دائري سوف نرى عند نصاب آخر لتكون واضحة كما ترون عند هذا النصاب كما ترون هنا يرجع للخلف قليلا ليس بالضرورة أن يوجد تساقط في الشعر هنا فقط أن تكون هذا الجزء يعني دائري للخلف فهذا يدل على أن هذا الشخص لديه مرونة في التفكير ومعجبة عريضة وطويلة فلديه قدرة جيدة على التفكير جيدا وأصحابات الجبهة يعني لوحدها هذا الشخص قادر على أن يقنعك بأشياء هو بنفسه غير مقتنع بها فلديه هذه المرونة العادية في التفكير كذلك يعني بصفة عامة أصحاب الأعين التحليلية كما ترون هذه العين متلتة فهذا الشخص مادي جدا ويوجد كما ترون هنا زاوية فهذا الشخص مادي هنا الجفن مستقيم فهو يرى فقط مكسبه الشخصي يعني هذه السمة تدل على أن هذا الشخص مادي للغاية ويوجد هنا متلت فهو يرى أن عائلتها أو الأشخاص الذين معها يروا أن النجاح هو النجاح المالي يعني أن هذا الشخص مادي ويرى أن الأشخاص الذين معه ماديون أيضا فيريد أن يحقق أكبر صفادة مادية ممكنة كذلك فمن سمات النصاب يعني العين المتلتة مع هذه الجبهة فهذا الشخص يستطيع أن ينصب على أي شخص فلديه قدرة عالية على التضليل وكذلك يعني قدرة على التضليل مع مرونة فكرية عجيبة فيستطيع أن ينصب عليك وهو شخصية مادية للغاية كذلك الشفان نحيفة خصوصا العلوية يعني إذا كانت العلوية نحيفة فهذا الشخص ليست لديه أي عواطف للآخرين إذا كانت نحيفة جدا وكذلك هو شخص نوعا ما غامض فأنت يعني تعطي لكلامه قيمة لكن في الأخير سوف ينصب عليك كما قلنا ليست هاتي السما لوحدها كما قلنا مع جبهة مرنة أو عين تحليلية أو متلتة ليست تحليلية العادية سوف نريكم العين التي أقصدها يعني عين متلتة فهذا الشخص مادي للغاية وهنا يعني الحاجب مرفوع من هذا الجزء أن لديه القدرة على التمثيل مع مرونة فكرية يعني هذا الشخص سوف يضللك بشكل مرعب وهذين الخطين يدلان على أن لديه لغة جسد يعني يستطيع أن يوصل لك المعلومة جيدا التي يريد أن ينصب عليك بها طبعا أو لغة جسدي ممتازة والحاجب ينزل هنا قليلا الشعر لديه قدرة كذلك على اللف والدوران كذلك هنا انتفاخ الجزء السفلي من العين يدل على أنه شخصية لديها قدرة عالية على انتقاء لكلمات لنرى صورة كما ترون هنا الحاجب قريب من هذه الجزئية من العين يعني أنه لديه معارف كثير في العمل وكل ذلك لنرى نصاب آخر كما ترون هذا النصاب يعني باع برج إيفل كاملا يعني للصاب عجيب جدا فهذا الشخص كذلك شخصية عجيبة جدا فهنا ربما بعد أن تم القبض عليه أو يعني قبل حتى فكما ترون لديه نفس الجابة من هذا الجزء المتراجع للخلف يعني مارين فكريا بشكل مرعب كذلك الحاجب قريب من العين يعني أنه يحسن الضن بالناس بمعنى أنه يعني يرى أنه إذا حاول النصب عليك فهو يستطيع ذلك يعني يتوقع أنه يمكنه النصب عليك هذا نوع الحسن الضن عنده مثل هذا النصاب كما ترون نفس الشفاء نحيفة السفلية والعروية يعني هذا الشخص بخيل هذا الجزء يدل على أنه يخفي أسرار في العمل العمل هو النصب وأغلب النصابين كما لاحظت أنا أن الأذن تكون مرتفعة عن مستوى الحاجب فهذا يدل على أنه شخص واقعي يعني النصاب يكون واقعي وليست لديه مثالية ليس كل نصابين لكن أغلبهم لنقول أما بياد العين هنا يعني الحدقة الصغيرة فهو شخص عقلاني كما قلنا بالنسبة لقرب الحاجب من العين كذلك يدل على أنه شخص ودود وعشاري يعني يستطيع يعني يتعامل بشكل يجعلك تحبه كذلك كثير منطقة طويلة يعني تحس أن هذا الشخص متواضع وكل ذلك فهذا الشخص كذلك كما ترون هذا الجزء كذلك مستدير وهنا في الجهة العملية قريب من العين يعني أن هذا الشخص كذب وشفا نحي فهذا الجزء قريب من العين بياد العين كثير فهذا الشخص يعني هكذا هكذا كذب كما قلنا كذلك هنا لغة الجسد رائعة أما بالنسبة لهذا الجزء فلديه قدرة عجيبة على جذب المال فيستطيع الوصول إلى المال بسهولة لنرى نصاب آخر فهذا نصاب يعني جباته غير ضائرة في الغالب ستكون من الجبات المارينة كما ترون هنا الأعين غائرة والحاجب قصير هذا الشخص ماكر للغاية كذلك الوجه كما ترون هنا عريض جدا والفك هنا كذلك عريض والحاجب قريب من العين يعني هذا الشخص لديه اتقا مرعبة بأنه يستطيع النصب عليك كذلك هنا كما ترون الشفا يعني من هذا الجزء خالي وهذا الجزء ممتلي كما ترون هذا الجزء صغير في الفم ممتلي فهذا الشخص لنقول أنه شخصية عديمة الأخلاق كذلك شخصية كذلك أتي أحد أبرى صفات الشخص النصاب فهو يعني بخيل جدا في المال ولكنه يعني سوف ترى شخص كريم وكل ذلك قبل أن ينصب عليك بمجرد أن ينصب عليك سوف ترى وجه مرعب معه فك عريض ووجه عريض أصلا فهذا الشخص الأعيون الغائرة كذلك تدل على غائرة جدا ونا تدل على الخبت وكل ذلك لنرى نصاب آخر كما ترون هذا النصاب هذا هو الجفن الذي قلت لكم عليه يعني نفس قريب من الجفن أو عفوا العين المتلتة كذلك التحليلية يعني هناك عين متلتة تحليلية وغير تحليلية أما بالنسبة لهذا الجفن هو الجفن المرتخي ربما عندما يفتح عينه يصبح العين متلتة يعني هذا الشخص هكذا هكذا هو شخص مادية للغاية كما قلنا جبت النصاب هنا بخيل جدا وقليل كلام هنا الشعر الأبيض يعتمد على نفسه في النصب وكل ذلك يعني يعتمد على نفسه بصيفة عالية جدا بالنسبة للجفن المرتخي هنا يعني ليست فقط العين تحليلية بل هو مرتخي فهذا الشخص يعني إذا كانت عدة شخص كبير في السن يعني 70 سنة 8 سنة فهي أقل يعني هذا الشخص بسبب خبرات الحياة أصبح هكذا يعني هو محتاج للمال لكن إذا كانت عدة شخص في الخمسينات وكل ذلك فهو يدل على أنه شخصية أنا أتوقع أن هذا النصاب لديه منذ صغري وليس بعد كبري في السن فهو شخصية تدل على أنه عندما يكون معك يرى كيف يستفيد منك فقط كيف يستفيد منك فقط وماديا فهذا الشخص كذلك شخصية مادية كذلك هنا طرف الأنف يعني نازل للأسفل فهو شخص شكاك للغاية وهنا هذا الجزء ضيق وهذا الجزء عريض فهو يعتمد على نفسه أكثر في العمل يعني العمل هو النصب والأذن يعني هنا في الغالب هي مرتفعة عن مستوى الحاجب يعني كذلك تدعم معنا أنه شخص واقعي في كيف سوف ينصب فهؤلاء الأشخاص نصبون نصبات مرعبة جدا يعني شخص باع برج إيفل وشخص يعني ربما سوف يبيع فرنسا كاملة فهؤلاء الأشخاص لديهم قدرة عجيبة على النصب فكان هذا فيديو اليوم أراكم في فيديو لاحق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته